أعلنت دكتور عبدالله مجيد خلال مؤتمره صحفي عقده اليوم انسحابه من الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي دون أن يوضح الأسباب التي دفعته لذلك هذا وأسفرت نتائج انتخابات النادي عن حصوله أعلى نسبة تصويت ب162 صوتا أشكر السيد مسعود البرزاني خلال هالفتر الشغل اللي دائماً كان يساند الفريق والنادي أربيل وأشكر السيد نيتشيفان بارزاني رئيس الأقليم اللي دائماً كان يدعم الفريق معنوياً ومادياً وأيضاً أشكر السيد رئيس الوزراء السيد مسعود بارزاني اللي يدعم الفريق خلال هالفترة يدعم النادي خلال هالفترة في الانتخابات أكيد تلعت الأول الآن بصراحة يعني متشند أريد أولاً أرشع لأنه كان ضخف من بعض الناس اللي خلاني إلا لازم ترشع لأنه وثانياً أنا عندي أيضاً يعني مشاكل شخصية ما عند علاقة بهاي لأنه وأيضاً أنت مجال الآخرين بلك هم أحسن من عندي ويشتغلون أحسن من عندي